بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحببت أن أتأمل معكم اليوم آية كلنا نقرأها ولكن قل ما نفكر فيها كلنا يقرأ سورة الفاتحة ويحفظ سورة الفاتحة ويكررها في الصلاة ولكن هناك آية أيها الأحبة اهدنا الصراط المستقيم ثلاث كلمات فقط ولكن هذه الثلاث كلمات إذا فكرنا فيها نجد أنها تمثل حياة الإنسان بالكامل من منكم لا يحتاج الهداية في كل شيء منذ ولادة الإنسان كطفل صغير عندما يخرج من بطن أمه طفلا رضيعا من الذي يهديه باتجاه صدر أميه؟ من الذي يهديه لتعلم الشراب والطعام والكلام؟ من الذي يهديه لأن يتعلم اللغة يتعلم السلوك؟ إنه الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يتولى هدايتك أيها الإنسان منذ أن تكون جنينة في بطن أمك وحتى تكبر ويتولاك حتى لحظة الموت وما بعد الموت ولكن إذا قبلت بهداية الله لك سبحانه وتعالى تكون من الفائزين عندما نقف في الصلاة أيها الأحبة يعني أحيانا الإنسان يتعرض لمشكلة لا يعلم لها علاجا مشكلة قد تكون مادية أو اجتماعية أو مشكلة في العمل أو مشكلة في الدراسة مشاكل الحياة اليوم كثيرة جدا أنا أريد منك أخي الحبيب عندما تقف في صلاتك وتقرأ سورة الفاتحة عندما تصل لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تتذكر مشكلتك التي أنت بحاجة لمن يهديك إلى حل صحيح لها تتذكر أن هناك إلها عظيما قادرا مقتدرا سبحانه وتعالى قادر أن يهديك للعلاج الصحيح للرزق الصحيح والوفير والسهل يهديك للمعلومة الصحيحة يهديك لحل مشكلتك مع زوجتك مثلا أو حل مشكلتك مع ابنك أو مع أبيك يهديك للسلوك الصحيح لأن أحدنا أحيانا أيها الأحبة قد يتعرض لأكل الربا وهو لا يدري يأكل الحرام وهو لا يدري وبالتالي لا يستجاب دعاؤه نبيكم عليه الصلاة والسلام أكد هذه الحقيقة أن الرجل مأكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له فأحيانا الإنسان في معاملاته اليومية المادية قد يتعرض لغبار الربا ولا يدري فعندما تتذكر اهدنا الصراط المستقيم وتتذكر معها أن الله قادر على أن يرزقك الرزق الحلال الذي يحبه ويرضاه فإذا يطمئن القلب لماذا؟ لأن الإنسان عندما يطمئن قلبه يشعر بالسعادة وإلا ما هي السعادة أيها الأحبة لدينا الآن آلاف الناس يملكون المليارات لديهم المليارات ولكنه تعيس وكئيب ولا يشعر بالسعادة لأن المال يجب أن يكون وسيلة وليس هدفا وليس غاية فإذا جعلت المال هو الهدف هنا تبدأ المشكلة ستصبح أنت وحياتك مسخرا لخدمة الدنيا بينما الله عز وجل أراد لنا أن تكون الدنيا مسخرة لخدمتنا أليس هو القائل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون إذن الكون مسخر لك أيها الإنسان ولكن مطلوب منك شيء واحد أن تطعب من الله الهداية عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي يا رب اهدني الطريق المستقيم لأننا نعلم في الرياضيات أو في الهندسة أقصر طريق أو أقصر مسافة بين نقطتين هو الطريق المستقيم أو الخط المستقيم فكأنك تقول يا رب اختصر علي المشاكل إذا كنت مريضا ولا تدري ما هو العلاج يا رب اختصر علي أن أذهب إلى الكثير من الأطباء وأنفق الكثير من المال وأخذ الكثير من الأدوية اختصر علي الطريق وهدني الصراط المستقيم يعني أوصلني إلى أقرب حل أو أقرب نقطة أو أقرب علاج وأسهل علاج بحيث أنني لا أتعرض للأذى والخسارة إلى آخره إذن اهدنا الصراط المستقيم أحبتي في الله لا تعني فقط في الآخرة هي آية تطلب منها الهداية من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته